استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم وفدا من السادة أعضاء مجلس النواب برئاسة سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس المجلس وذلك بحضور سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وفي مستهل لقاء رحب معالي الوزير بسادة أعضاء مجلس النواب مشيدا بدور المجلس وما يعكسه من روح وطنية خلال أعماله ومناقشاته وعبر القضايا التي يتم طرحها بما يسهم في تعزيز معاني الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك وقد بدر السادة النواب بتوجيه الشكر إلى معالي وزير الداخلية تقديرا للأداء الأمني الفاعل والحكمة في المعالجة الأمنية معبرين عن اعتزازهم ومؤازرتهم ودعم منتخبيهم للجهود الأمنية المخلصة والتي تعكس ما يتمتع به رجال الأمن من يقظة وجاهزية وقد أكد معالي وزير الداخلية اعتزازه بهذه اللفتة الكريمة والبادرة الطيبة وما تحمله من معاني وطنية مقدرة ومشكورة معربا عن شكره وتقديره لهذه المواقف النيابية الوطنية فيما اطلع معالي أساد النواب على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية خصوصا العملية الأمنية التي نفذتها قوات الشرطة في قرية لدراز مؤكدا أن الوزارة ماضية في تنفيذ المهام الموكلة إليها في حفظ الأمن وفض النظام العام وتنفيذ القانون وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من موضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس النواب وذلك تحقيقا لمزيد من الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وفي نهاية اللقاء جدد أعضاء مجلس النواب دعمهم الثابت لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها لما فيه خدمة الوطن والصالح العام وحرصهم على أهمية تطوير التشريعات بما يضمن حفظ الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين وحماية مقدرات الوطن صفتنا ممثلين عن شعب البحرين ارتعنا أن نقوم بزيارة إلى معالي وزير الداخلية أطلع من خلالها عن الإجراءات التي تمت فيما تعلق بإخلاء منطقة الإدراز الأخيرة اجتمعنا مع الوزير بمعية مجموعة من النواب أطلعنا معالي عن الخطوات التحذيرية قبل أملية الإدراز وكذلك أثناء هذه العملية وما هي الخطوات اللاحقة القادمة استمعنا إلى شرح مفصل من معالي الوزير ومن الفريق المعني بهذا الموضوع وطلعنا كذلك على ما هي الأهداف التي كانت بسببها قامت وزارة الداخلية مشكورة من خلال رجال الأمن لتنفيذ هذه العملية طبعا شعرنا بارتياح بأن هذه العملية كما هذا الارتياح موجود دائما بأن هذه العملية لم تأتي لاستهداف شخص أو فئة أو مجموعة وإنما جاءت ببساطة شديدة لحفظ استدباب الأمن والحفاظ على الأمن في منطقة الدراز وكذلك لمنع أي تجمع غير مرخص أو أيضا كذلك والوجود معلومات استخباراتية كما أفاد معالي الوزير ورعيس الأمن العام بخصوص وجود مطلوبين في تلك المنطقة شعرنا كذلك بارتياح أكثر أيضا بأن معالي الوزير وجه المعنيين بأن في خلال الأيام القادمة كل من ليس له أي علاقة بتلك الأحداث من الذين تم القبض عليهم سيتم فراج عنهم قريبا نتوقع إن شاء الله مرحلة هادئة قادمة ونتوقع إن شاء الله أن رمضان القادم سيكون الدراز موجودة للجميع بمكان أي شخص يتجول فيه اليوم قمنا بزيارة لمعالي وزير الداخلية وقام معالي وزير الداخلية بإطلاع الأخوة النواب على ما تم من عملية في الدراز والقبض على المطلوبين والمجرمين وكذلك الإرهابيين الذين عليهم أحكام قضائية والحمد لله تم القبض عليهم وفي الحقيقة نشكر معالي وزير الداخلية وجميع القائمين على الأمن والأمان في مملكة البحرين من رجال الأمن بجزيل الشكر والتقدير على جهودهم المشكورة وجهودهم الحثيثة بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة سعدنا اليوم بلقاء معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن أبد الله الخليفة وزير الداخلية تم اطلاعنا على مجر عملية الإخلاق المنطقة حقيقة الكلام اللي وصلنا قير واللي سمعناه مع الوزير الداخلي قير حقيقة كانت هناك اتقان كان هناك اتقان في العملية مجرى العملية كان يعني يعتبر في درجة الامتياز تم راعة جميع الحقوق الإنسان تم راعة جميع الأمور تم خلاء المنطقة الآن ما وصلنا حقيقة ما يحدث في منطقة الدراز هناك فرح هناك ارتياح من العملية وهذا ما كنا نصبوا إليه دائما أن البحرين تكون آمنة في جميع المناطق اليوم تشرفنا بمقابلة وزير الداخلية مع الوزير الداخلية والقايمين على الوزير الداخلية واطلونا على العملية التي صارت في الدراز العملية ما يدل على حنكة وزير الداخلية وصبرهم ونحن نشاكرين لهم وإن درازة ارتياحة طبيعية للمواطنين يرجعوا أحق بيوتهم تشرفنا اليوم بلقاء معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة أنا ومجموعة من أصحاب السعادة النواب لأطلاع على آخر المستجدات التي حدثت في قرية الدراز طبعاً نباركة لوزير الداخلية والرجال الأمن الأوفياء على جهودهم التي بذلوها في تحقيق العدل في هذه المنطقة والقابضة على الارهابيين الذين آثوا في الأرض فسادة طبعاً أكرر شكري وتقديري إلى معالي الوزير وإلى جميع الرجال الأمن تم اللقاء مع معالي وزير الداخلية وتم اطلاعنا على العملية التي قاموا بها من يومين في الدراز تم اطلاعنا أيضاً على جميع الخطوات التي كانت وأدوها الأمن العام بمهنية وراعوا فيها جميع المعايير الحقوقية هناك نعم وفيات هناك إصابات أكثر من 35 في رجال الأمن بسبب الاشتباك المباشر والقاء بعض القنابل اليدوية وأيضاً الاشتباك بالفؤوس والأسلحة البيضاء هذا جراء الاشتباك المباشر طبعاً تم اطلاعنا أيضاً على كيفية أعطاءهم الإنذارات المسبقة قبل شهر وقبل أسبوعين وقبل أسبوع وأيضاً قبل 48 ساعة أيضاً وليلة نفس الليلة التي تم فيها هذه الليلة الحادثة أيضاً تم إبلاقهم وعلى أن يتم تسليم أنفسهم أو يتم فض الاعتصام الغير مرخص وهذه المواضيع هناك أشياء جداً مهمة نحن واثقين أن وزارة الداخلية اتخذت المعايير الحقوقية واتخذت المعايير المتبعة دولياً في التعامل مع هذا الحدث